جوز كلام وهيك بتخلص لحقاية بأن العسكري بقرر يرمي سلاحه ويعيش حياته مع الصبيه اللي يختاره بأمان ويعمل معاه عليه شو رأيك؟ أم جوزيف أم جوزيف هاي تك إيه بو فاكر؟ شوبك ليش عم تعيت؟ إي شو ليش عم تعيت؟ صر لي ساعة عم بحكي معي وأنت مانك معي مبلا مبلا معك إلأ أستي مانك معي كنتي صافني صافني موديتك لسابع بلد بشو كنتي عم تفكري إيه؟ رح قلك بشو عم تفكير الله يستيرهاتي بدي اشتغل صحفية شو؟ صحفية؟ إمو كانك متقلي العيار الشوي هالمرة؟ لا بتقلي العيار ولا شي بدي اشتغل صحفية يعني بدي اشتغل صحفية طيب اشتغلي مين ماسكك يعني انت بتشجعني لك يا أم جوزيف يا حبيبتي أولا هاي الشغلة مو إليك ولا بتعرفي فيها انت شو يعني من فكرة القصة بيع بطاطا مو باعت بطاطا وبعرف مو سهلة بس بتعلم طب ماشي بتتعلمي ما اختلفنا تاني شغلة اين بدك تشتغلي يو قلت صحف وجرايد وإذاعات بها البلد بدك تشتغلي بصحافة البلد لك مو انتي بلسانك حكيتيني عن واقع صحافتنا المشرق هداك اليوم اي صح أنا حكيتلك بس إذا بدنا نضل قاعدين وساكتين عمره هالواقع ما رح يتغير لك مو جوزيف الموضوع ما بو هالبساطة بلدنا في سلطة ماسكي الصحافة من كل مداخلها ما حدا بيقدر يغرد خارج السرب إذا كل واحد بده يقتنع بهالحكي عمره الواقع ما رح يتغير لا حوله ولا قوة أقلها بالله طيب متل ما بدك خلص من وين بدك تبلشي بدي بلش من بكرة الصبح دور بالصحف والمجلات عن شغل وابعد طلب توظيف لكل وسيلة إعلامية بلاقية بو الشي اه؟ الله يأسر لك الحمدلله على السلامة شو صال معيك؟ هلكانة هلكانة استنى بس لقلقت نفسي طب تفضلي شربي كاسة مي وحكيلي اسلموا إيديك هذا يا سيدي لفيت كل جرايد وصحف ومجلات وإزاعات البلد اي وشو صار؟ كل ما فتت على محل أول شي بيسألوني مين بعتك؟ أول شي قلتلون اي مو بعتني حدا قللي المنظف كيف يعني؟ قلتل يعني جاية من حالي ما حدا بعتني قلتل خلقو قللي يعني مين دعميك؟ مين واسطتيك؟ قلتل لا عندي واسطة ولا عندي حدا داعمني بس جاية قدم على الشغل عم قال لي ما في عنا شواغر بدون ما يعرف ولا شو بدي اشتغل ولا شو مؤهلاتي ولا شو دارسي بدون حتى ما يسأل مديره قلتلك ما صدقتيني ما بدي اشمت فيكي بس مهم وبعدين اول جريدة وتاني مجلة وتالت ازاعة كله نفس الشي بالاخير طلعت براسي فكرة وشو هالفكرة؟ رحت على جريدة وفدت وانا شايفة حالي وما عم بتحاكى سألني المنظف بشو بقدر ساعدك؟ قلتل له بالأمنة بدي شوف مديرك قال لي مين حضرتك؟ قلتل له انا بس قل له من طرف ابو الفوز ومين هادا ابو الفوز؟ ما بعرف بس بشوف بالمسلسلات دائما في مسؤول بيقول له ابو الفوز الا ما يطلع المدير بيعرف له شيء ابو فواز ابو فايز او يلي هو يا حريشك وبركي طلع ما بيعرف حدا اسمه ابو الفوز طيب كمليلي كمليلي لا يا سيدي طلع بيعرف طلع لموظف وقال لي تفضلي لعند المدير وسألني كيف اهوتي كمان ايه؟ ايه قال لي ابو الفوز غالي علينا وكلمته ما بتصير تنتين تعالي بكرة داومي وراح تروحي الداومي؟ طبعا لا فشار هو وابو الفوز تباعه مسرح اكتب مقال عن هالتجربة وبعته لصحف مماقع الكترونية تنشره وهيك بكون اشتغلت هاي المرة صحفية وصحفية مستقلة كمان والله ماانك سهلي ابدا جوز كلاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر